شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطع وخلال استقباله رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة أكد الرئيس السيسي استمرار أجهود المكثفة على شط الأصعدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في دولة المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السادثة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة وذلك بحضور الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين والسيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ومن الجانب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السادة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية حرصوا في مستهل المقابلة على تهنئة السيد الرئيس على أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته ومصار التنمية الذي تنتهجه الدولة وقد رحب السيد الرئيس من جانبه بالأشقاء ضيوف مصر مؤكدا المسئولية الكبيرة الواقع على عطق المجالس والبرلمانات العربية للدفع قدما بمسيرة التكامل العربي على نحو يحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والتنمية والاستقرار فضلا عن الدور المهم للديبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية العادلة في المحافل الأقليمية والدولية المختلفة وأمام الرأي العام العالمي وقد أشهد السيد الرئيس في هذا الصدد بالطلاع البرلمان العربي في دورته الحالية بمناقشة عدد من الموضوعات المهمة وعلى رأسها موضوع الذكاء الاصطناعي بما يضمن مواكبة العصر والتعامل مع تحدياته مشددا على دعم مصر الكامل لتعزيز العمل البرلماني المشترك على جميع المستويات وهو ما أثمى عليه السادة الحضور مرحبين بالدور الكبير الذي تقوم به مصر وقيادتها في دعم العمل البرلماني المشترك وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع في المنطقة حيث تم استعراض التحديات الراهنة التي تحتم العمل على توحيد المواقف وتكاتف الدول العربية في مواجهة الأزمات الإقليمية ودعم كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للشعوب العربية كما تم تناول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث نوها السادة رؤساء البرلمانات العربية إلى الدور المصري المحوري في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرة قضياته العادلة معاربين عن بالغ التقدير والاحترام للموقف المصري التاريخي بالرفض الحاسم لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بما يحول دون تصفية القضية الفلسطينية كما أشادوا بتصدي مصر لقيادات وإدارة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية وإصرارها على المضي قدما في هذه العملية رغم ما تتعرض له هذه الجهود من معوقات كبيرة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس استعرض في ذلك الصدد الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في غزة وحماية المنطقة من توسع الصراع مشددا على أن الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع مؤكدا استمرار الجهود المكثفة على شتى الأصعضة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ترجمة نانسي قنقر